السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أهزائي الكرام أهزائي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مالأستاذ محمد البخاري أكون التركيب بالنسبة للغة العربية إذن سؤال أول استخرج الأفعال المضارعة المنصوبة من الجمل الآتية إذن هنا كنت تكلمها للأفعال المضارعة يعني الفعل المضارع المنصوب الأفعال المضارعة المنصوبة في الجمل التالية أو الآتية إذن عندي الجمل عندي جملتين يصرني أن تنجحوا جميعا عليك بالصدق كي تسلم هنا عندي الكولون ديل الأفعال المضارعة المنصوبة وهنا عندي حرف النصب إذن يصرني أن تنجحوا جميعا فينا هو الفعل المضارع المنصوب هنا تنجحوا تنجحوا إذن نكتبه تنجحوا إذن هو منصوب بماذا منصوب بحذف النن إذن حرف النصب hay ونحرف النصب نعم يصرني أن تنجحوا جميعا أفعال مضارع تنجحوا حرف النصب هو أن عليك بالصدق كي تسلم إذن كي تسلم إذن فينا هو الفعل مضارع المنصوب هنا عندي طبيعة الحال تسلم 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 نعم وفعل منصوب مضارع منصوب حرف النصبي وهو كي كي ماذا كي تسلم تنجح حرف النصب هو أن تسلم حرف النصب هو كي دازل السؤال الثاني دائما في التراكب وحول العبارات التي تحتها خط إلى مصدر مؤول إذن وحول العبارات التي تحتها خط إلى مصدر مؤول أنا كانت كلمة على أن والفعل المضارع دالجمل قرى الجمل اعتادت الأم أن تستقبل الجيران في ذكرى المولد النبوي التفى الجميع حول التلفاز كي يستمتعوا بمشاهدة المباراة يسعدني أن تزور أقاربك يتمنى أن يتعلم إذن ونحول هذه العبارات التي تحتها خط إلى مصدر مؤول اعتادت الأم أن تستقبل إذن اعتادت الأم ماذا؟ استقبال ونكتبه استقبال 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 إذن هو مصدر مؤول ماذا أريد أن تستقبال بدلنا هذا أن تستقبال بل مصدر مؤول إذن اعتادت الأم استقبال الجيران في ذكرى المولد النبو جملة ثانية إلتف الجميع حول التلفاز كي يستمتعوا بمشاهدة المباراة كي يستمتعوا للاستمتاع إذن همزات وصل لأنه استمتع فعل سداسي للاستمتاع إذن إلتف الجميع حول التلفاز للاستمتاع بمشاهدة المباراة إذن هو مصدر المؤول يسعدني أن تزور أقاربك أن تزور غد تولي زيارة يتمنى أن يتعلم يتمنى التعلم يتعلم يعني يتمنى التعلم التعلم فهم إذن استقبال الاستمتاع زيارة تعلم إذن دزور السؤال الموالي السؤال الثالث إذن دائما انتبهوا معي أدخل حرف جزم مناسب على الجمل الآتية مع الشكل التام إذن سندخل حروف الجزم نعم إن ستكلموا على حروف الجزم عدنا لم وعدنا لام الأمر ولا أناهية ولما إذن لم وعدنا لام لام الأمر وعدنا لا أناهية وعدنا لما إذن ستعملهم باش نجزموا هذه الأفعال المضارعة نعم إذن تتعاون في متابعة دروسك عن بعد دروسك إنه هو الحرف الجزم المناسب هنا طبيعة الحال سيكون ل لتتعاون في متابعة دروسك عن بعد ل يتمكن الأطباء من القضاء على الوباء بصفة نهائية إذن لتتعاون في متابعة دروسك عن بعد هنا الحرف الجزم سيكون هو لم لم يتمكن الأطباء لم يتمكن الأطباء من القضاء على الوباء بصفة نهائية نمكث في منازلنا من أجل مصلحتنا ومصلحة وطننا إذن لي لنمكث 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 في منازلنا من أجل مصلحتنا ومصلحة وطننا إذن هنا دخلنا حروف الجزم لجزم الفعل المضارعة دزل سؤال الرابع دائما في التركي أقرأ الجمل وأتمم ملأة الجدوى إذن عندي الجمل وماهدو من يلزم بيته يبعد عنه خطر الإصابة بالوباء إن تتابع دروسك تنجح في الامتحان متى تحافظ على النظافة تمنح نفسك حماية إذن عندي سؤال الرابع على حرف الشرط فعل الشرط وفعل جواب الشرط الجملة الأولى من يلزم بيته يبعد عنه خطر الإصابة بالوباء حرف الشرط ومن فعل الشرط يلزم فعل جواب الشرط هو يبعد يبعد عفوا نعم إن تتابع دروسك تنجح في الامتحان إذن إن هو حرف الشرط إن فعل الشرط هو تتابع تتابع وفعل جواب الشرط هو تنجح تنجح متى تحافظ على النظافة تمنح نفسك حماية حرف الشرط هو متى بينما فعل الشرط هو تحافظ تحافظ فعل جواب الشرط تمنح تمنح السؤال الخامس نعم مرأة السؤال الخامس أعرب ليس أعرف أعرب إذن أعرب هذه الجملة هذه لنتعاون على تجاوز الأزمة لنتعاون على تجاوز الأزمة إذن لم وحرف جزم نتعاون هو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر إذن هو مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره إذن السكون الظاهر على آخره هو علامة لجزمه علامة هو حرف جرين تجاوز واسم مجرور اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره وهو مضاف إذن هو مضاف تجاوزي ومضاف نعم مضاف والأزمة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الظاهرة على آخره وبهذا سنكملت لفيديو اليوم اللي كان يخص التراكيب من اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي كنتم معكم من الأستاذ محمد بخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة